مرحبا برج الحمل اهلا فيكم وعندنا هنا النقطة للطاقة العامة يقولك في هاي الرسالة بما معناه ان الطاقة او الامور ما راح تكون على حققتها في الفترة القادمة راح تكون عكسية اذا شفت ان في بوادر امل معنات العكس في بوادر خداع هذا اللي احس من طاقة هاي الشهر طاقة الاشخاص المعنيين في الموضوع دائما راح تكون فيه نوع من الاخبار الكاذبة نوع من لان انت ايضا اذا بتلاحظون سحبت لكم الطاقة الحيوانية غير عن التارو انت اللي عندك الارنب الارنب دائما اذا اللحظة في البرية يكون بطبيعتها جدا على نيتها وعفوي ولكن في الكثير من المفترسين يحاولون ان يستفزونها او يخرجونها عن طريق تقليدهم لاصوات معينة عن طريق استفزاز معين استراتيجية معينة فحس في الفترة القادمة راح يكون فيه محاولة اخراجك من جحرك ولكن للاسباب الخاطئة نوع من الخداع نوع من ان يوصلون لك اخبار كاذبة عن الشريك عن العلاقة هذه العلاقة الثلاثية اوكي تمثيل ايضا فيه احتمالية كبيرة ان يكون فيه تمثيل او محاولة خداعك انت اوكي انت عندك هني الارنب حيوان ترابي مع انك انت بطبيعتك نارية شريكك عنده حيوان مائي وهو السمكة وايضا الطرف الثالث عندنا هني الدولفين ايضا حيوان مائي شنو اللي يعني لي هاي الخليط من الطاقة الحيوانية فيه اذا بتلاحظ اتجاه السمكة هني اتجاه الدولفين هاي الجانب فيه نوع من الابتعاد بينهم في الفترة القادمة ولكن لا تنخدع لانه فيه قلت لك نوع من الخدع لا تنخدع بالابتعاد المؤقت او حتى الزعل المؤقت اللي يصير بين شريكك وبين الطرف الثالث اذا تحركت على اساس هاي النوع من الاخبار سمعت انه هما مختلفين فعلطون تذهب تخرج من الجحر وتعلن عن الحرب او تعلن عن انك راح تواجه او تعلن انك مثلا اساسا ما كنت متقبل الطرف الثالث او اساسا كنت شاكك في الطرف الثالث هذا النوع راح ينأكس عليك سلبا هاي النوع من الطاقة لان حتى شريكك هو صاير كأنما جزء من عدم الوضوح جزء من حبكة الخداع جزء من ما اخذ دور في هذه المسرحية اللي راح تصير المسرحية القادمة شنو صايره هني عندنا الحدث الاساسي لان الطرف الثالث اللي دائما كان مشغول بشريكك له قبضة محكمة على شريكك ليش اقول هالكلام لان الدولفين له الاولوية والصدارة على السمكة الدولفين يتغذى على السمكة السمكة هي اللي تكون مشتتة وسهل يسهل ان يتحكم فيها الدولفين يغير اتجاهها اذا بتلاحظون حتى من الصور الطرف الثالث عنده نوع من الاميرجنسي او النداء العاجل في حياته الخاصة هو عنده مستوى الملك هنا ملك الاكواب سبعة السيوف مثل ما تعرفون هذا كارت الحرامي في منتصف الليل وثمانية السيوف في اعاقة كبيرة حدث كبير رح يصير في حياة الطرف الثالث الشخصية تمنع تؤخر عن اللحاق بشركك في الفترة القادمة ممكن يكون عنده مشكلة ممكن احسني انه عنده طاقة انه هو شخص مرتبط او متزوج او عنده ارتباط كبير في حياة الخاصة رح يصير فيها نوع من الشيء اللي غير متوقع وهذا هو الحرامي شيء غير متوقع ينقلب السحر على الساحر احتمال هو كان يحاول هذا الطرف من زمان يحفر لك انت في هاي الفترة بدون حتى تدخل منك يا برج الحمل رح فيه يصير نوع من الكارما او انقلاب الشيء عليه يضطر انه ينسحب يبتعد ولكن انسحابه مؤقت وابتعاد شريكك حتى عنه الابتعاد اللي يصير فيه بينهم هني ابتعاد مؤقت اوكي حط هذا الشيء في بالك على اساس ان حين بتخلف طاقتك الخاصة انت يا برج الحمل انت عندك هني الساحر كارت برج الدلو ملك النار ملك المجموعة النارية وثلاثة الاكواب الاكواب هي طاقة الماء اللي منبعثة من هاي من هاي الطرف من شريكك ومن الشخص المعرقل للعلاقة اللي قاعدة احسهني انه في الفترة القادمة شوف صح شريكك احس انه رح يحاول يتقرب منك يرجع الى اراضيك يرجع الى الى جنابك ولكن للاسباب الخاطئة لانه في ابتعاد من هذا الطرف ممكن يكون حتى صديقة في العمل زميلة في العمل اللي دائما يوسوس له دائما يعطي النصائح الخاطئة النصائح اللي يتأذي علاقتكم او ممكن يكون شريك حتى خذ الجانب اللي ناسبكم من القصة واعكسوا ايضا القراءة بما تنطبق عليكم شنو اللي قاعد يصير التاروهني قاعد كأنه ما يحذرك قبل ما يصير الشي برج الحمل وانت من الابراج اللي جدا شاطر في اخذ النصائح واخذ العبار السريعة اللي رح يصير انه ممكن لك يكون في نوع من الخداع يعني مثلا شريكك يمكن كون هو برج مائي عقرب سرطان حوت عندنا ايضا طاقة الابراج الترابية ولكن على الاغلب عندنا طاقة هني التلاعب يعني حتى شريكك لما يرجع لك او تشوف يحاول يتقرب منك في الفترة القادمة ليش يقول لك هني ابتدينا بكرت يقول لنا قل الذي تعنيه ترجمة هذا الكرت سيوة يومين قل اللي تعنيه ينقال لك شيء ولكن الحافز الدافع من ورا الكلام جدا شيء مختلف جدا مختلف الاشخاص ما قاعدين يقولون لك الحقيقة في الفترة القادمة عن شريك عن هذا هذا الشخص الأخبار اللي تأتيك لا تثق فيها لأنك ما في محاولة يخرجونك من الجحر لماذا عشان يخلونك انت تكشف أوراقك قبل ما هم يكشفون أوراقهم يخلونك انت تطلع أمام الناس انت الانسان دائما نشوف ملك النار فنشوف انسان عنيد انسان هو اللي يبتدي في المشاكل هو اللي عصبية يخلونك انت لتظهر غلط أمام الناس لما يطلع عندك الساحر لازم أكون صريحة معاك يا برج الحمل الساحر ينيه كأنما هي التوجيه لطاقتك المستقبلية لازم تلعب إذا تريد أن تحافظ على شريكك أو تتمنى على أقل عندك أمل العلاقة لازم تلعب نفس اللعبة اللي هم قاعدين يلعبونها وبنفس القواعد بنفس القوانين لأن هذا فيها نوع من التلاعب نوع من عدم الوضوح نوع من أن يقولون شيء ويعنون شيء ثاني عندك الساحر الساحر هو ملك التلاعب إذا أراد أن يكون أو إذا حتاج أن يكون إهني لش أقول لك طاقة التلاعب مهمة لأن في حاجة من أجل حماية نفسك أنت ما قاعد تلاعب من أجل السعاد أو من أجل المتعة ولكن من أجل أن تحمي نفسك من هاي الحبكة اللي يحاولون أن يقولون لك إياها بقول لك مثلا أعطيكم أنا دائما أمثلة عشان أقرب لكم الطاقة اللي قاعدتيني مثلا نفرض أن هذي امرأة أنت أيضا يا برج الحمل امرأة قاعدة تنافس شريكك تنافسك تريد أن تأخذ الشريك ولكن هذا الشخص ما أحس أنه إنسان جديد في حياة الشريك إنسان قديم له أواصر يعني متأصل في حياة شريكك يعرف أهله يعرف أصدقاء يعرف زملاء في العمل يعمل معاه في نفس المكان من وقت طويل هذا مو شخص جديد هذا شخص له قواعد قوية وإن كانت مائية ولكن ها قواعد قوية في حياة السمكة هني عندنا إلا هي شريكك شخص مو سهل إنه تسوي تنهي من حياة الشريك فمن أجل ذلك محتاج أن تكون مثل الساحر اللي يخرج من جعبته جميع الحيل جميع الأدوات جميع العناصر اللي تساعد عشان تخلق نوع من الحماية من أجل نفسك لأن هني عندك ملك النار يقول لك لا تثق في الكلام اللي يأتيك حتى من الشريك نفسه في الفترة القادمة مثلا يقول لك هذا شخص قلت لك طاقته إنه مرتبط أو متزوج لعنده حياة الخاصة يقول لك مثلا إنه خلاص ما رح أرجع مع فلان رح أنهي علاقتي رح أنهي صداقتي مع الطرف الثالث هني لا تصدق هاي النوع من الكلام وبسرعة تبين هني عندما يظهر رنم من الجحر بسرعة تبين لشريكك إنه أنت أصلا من الأساس ما كنت متقبل فلان لا لا تكشف أوراقك حتى وإن أتاك شريكك وإن تريد أن تستقبل تريد أن توطد العلاقة معه في الفترة القادمة لا تكشف أوراقك لا تقول نيتك الحقيقية أو أمنيتك الحقيقية أو مشاعرك تجاه الطرف الثالث في أمور معين احتفظ فيها لنفسك لأن أحس إنه من يخلص هذا الشخص من المشاكل اللي عنده عند الثمانية سيوف من يخلص من يمكن يمكن تكون إنسانة عندها مشاكل على وشكل انفصال عندها مشاكل خاصة في حياتها الزوجية عندها مشاكل مع الأبناء من تخلص من المشاكل رح ترجع شريكك ما رح يقدر يقاومها أو رح تشوف إن كل الكلام اللي قال لك في الليل إن هذا الشخص رح أبعد عن حياتي أطلع من حياتي تشوف إنه كلام الليل يمحيه النهار يرجع لهذا الطرف ممكن يكون حتى صديق يرجع لك إنه ما صار شيء وين الكلام اللي قلت لي فكأنه ما إحني إنت اللي رح تدفع الثمن إذا طلت عليك هاي النوع من الخدع خدعت كأنه مدمن مدمن ما رح أرجع لهذا الشيء اللي أنا كنت مدمن عليه ونصدق كلامه ولكن نشوفه بسرعي ينتكس السمكة أهي اللي رح تنتكس مود دولفين شريكك لما نشوف عندك كارتي هني برج الأسد ممكن هي تكون من برج الأسد معناتها إنه في أول في أول نداء للرجوع من الطرف الثالث في أول خبرية يقول أنا حاليا فضيت أنا حاليا أقدر أرجع العلاقة أو الصداقة معاك رح تشوف يركض رح تشوف مستقبل رح تشوف إنه كل الكلام اللي قاله لك أو اللي وعدك فيه ما تحقق عشان شذي شنو أنت لازم تسوي عشان تحصل نفسك غير عن التوقعات اللي حين جفناها لسيناريوهات القادمة أول شي لا تصدق الكلام اللي يأتيك من أي طرف في الفترة القادمة لا تصدقه ولا تتوقع إن شريكك يسوي اللي يوعدك فيه في الفترة القادمة خصوصا لما يكون عندك علاقة ثلاثية النصيحة الثانية وهي جدا مهمة لما نشوف ملك النار معناته ملك ما يفقد قيمته ما يفقد تقديره لنفسه حتى وإن أتى إلى أعتاب باب الشخص اللي يتمناهني ما يفقد سيطرته ما يفقد جلاله ما يفقد تحكمه ما يصير سهل التلاعب فيه يظل هادئ يظل متزن هذا من أحد النصائح اللي تقريبا تشتغل على جميع العلاقات ما أحد يحب الشخص اللي فاقد للتوازن الإنسان اللي فاقد للتوازن يا برج الحمل ما يقدر يثبت علاقة فيها أشخاص يحلون يتلاعبون النقطة الثالثة وهي جدا مهمة نشوف هنا يشارك عنده عشرة أكواب أنت عندك ثلاثة أكواب فيه أشخاص وهنا وهو هذا الطرف الثالث عند الدولفين إذا أرجعكم لطاقة الدولفين هنا شوي لما ننتبه لها نعرف أن الدولفين في أثناء استيادة للسمك للسمك هنا سمكتك أنت ما يذهب بشكل مباشر ما ينقض بشكل مباشر إنسان عند الكثير الدولفين ترى جدا ذكي وعنده الكثير من المواهب الاجتماعية يعمل فيه قطيع يعمل فيه مجموعة هاي اللي لازم تعرفها أو تاخذها بعين الاعتبار الدولفين متمكن مو بس من شريكك من محيط شريكك الاشخاص اللي بينهم محيط الأصدقاء اللي بينهم الأهل فيه نوع من طاقة صديق العائلة صديق الجميع هذا الشخص عشان شذي مو سهل إن أنت تدخل في طاقة ملك النار تقول أنا برج الحمل أنا ملك المجموعة أنا ملك النار وأقدر أسيطر على هاي الوضع مو سهل لأن هذا وراح ناس كثيرين وراح حزب يشجع حزب حتى من محيط أهل شريكك مفضل عندهم عشان شذي شنو التارو قاعد يقول كذا بتلاحظ هني من أوراق التارو شريكك عند عشرة الأكواب شريكك مو بس يسمع للطرف الثالث يسمع حتى لأشخاص ثانيين مقربين من الطرف الثالث الأصدقاء اللي بينهم أنت اللي تقدر تعرف يا برج الحمل من الأصدقاء أو من الناس المشتركين اللي بينهم هني الأصدقاء الأهل خصوصا أهله خصوصا أهله في أشخاص جدا مفضلين عنده يا برج الحمل شريكك يسمع لكلامهم محتم بعين الاعتبار مثل الأم مثل الأخت مثل الإخوان مثل الأب في أشخاص جدا عزيزين على قلب هني شريكك اللي ما تقدر تسوي أن تدخل في مواجهة مباشرة ولكن اللي تقدر تسوي أن تدخل في محاولة استمالة هذلين الأشخاص اللي يستعملهم الطرف الثالث محصن نفسه فيهم يحرص أنه دائما يكون على تواصل معاهم وعلاقاتهم طيبة ويزورون بعض وهو خلف الستار قاعد يحاول يطعنك أو يقرسك أو يخرب علاقتكم الدولفين في أحد يشوف الدولفين وما يحس بالسعادة وما يحبه وما يعشقه طاقة مو سهل الاستهانة بها ولكن من إحنا نحط يدنا على الجرح وهذه طريقة في التفكير وطريقة في التعامل معناتها نقدر نتعامل معه تجنب المواجهة عندك ثلاثة أكواب في كذا طرف من الأشخاص اللي قلت لك هني مشتركين الأهل المشتركين اللي يعرفهم هذا الدولفين تقدر أنت تستميلهم طاقة الماء طاقة تتعرف عليهم تتقرب منهم حتى وإن كانت في خلافات في الفترة القادمة خليك في طاقة هذي الماء يطاقت لازم تلعب أثنينهم عندهم طاقة ماء في بينهم أشخاص مشتركين الدولفين نرجع لطاقة الاستياد مالتها ما يذهب للفريسة اللي هي السمكة بشكل مباشر يصدر الكثير من الموجات وذا تشوف هنا صارت الدولفين محاض بالموجات يصدر نوع من الأصوات الموجات اللي عن طريقهم يقدر يحدد اتجاه السمكة يحركها يمين ويسار هذا في البحر انت هنا عندك كائن أو حيوان ترابي طاقة اللي شوني يحب شريكي من يعز على شريكي من يثق فيه شريكي ثقة عمياء أوكي يسلم تقريبا أكثر الأشياء من يسمع من يسمع لشريكي أنزين وأنا أستطيع هنا عندي القدرة أني أستميلة أخلي أيضا يتقرب مني أخلي أيضا يثق فيني هذه الأطراف المشتركين هذه هي السبل اللي أنت عن طريقها تقدر تنتصر ولكن كل السبل اللي تشفتها هني جدامي وكلمتكم عنها ما فيها تشجيع للمواجهة أو للمصارحة حتى أنك تصارح شريكك أو تجنب حتى أنك تفتح معاه موضوع تنتقد فيه الطرف الثالث لهاي الدرجة لهاي الدرجة لازم نعرف حقيقة ومستوى الشخص هذا اللي نتعامل معاه عشان على قولتهم ما نبالغ فيه تقديره ولا نقلل من أهمياتها جدا مهم عزيزي بورج الحامل